اليوم عندنا قطعة راح نتكلم عنها بشكل مختصر وراح نفتحها الحين البوكس اللي واصلني ونشوف هاي القطعة هاي خاصة في ملحقات الكاميرا وجدا مهمة واذا انت يهمك تعرف عن هذا الملحق تابع معاي الحلقة الملحق من هذه الشركة اللي اشتهرت في ملحقات تصوير واكيد البعض عرفها الحين small rig منافس لبعض الشركات الاخرى وهذه تعطيك حماية للكاميرا في نفس الوقت تقدر تستفيد فيها انت باستخدامها او لها استخدامات متعددة اثناء استخدامك ترايبود قطعة ال ال براكت وهاي القطعة جدا مهمة ليش انا استخدمها دائما في الكاميرا لعدة اغراض اول شي بامكاني استخدمها لتثبيت ترايبود وهاي لما اركبها على الكاميرا بتشوفون الاسم السامير اللي فيها من تركب على الكاميرا خلاص ما راح تحتاج كل مرة تبدل القطعة الخاصة في الترايبود والجميل في هذه القطعة لما تركبها على الكاميرا تحميلك الكاميرا من الصدمات بعض الاحيان بالاضافة ان انت اذا حبيت تتصور بطريقة اللي هي البرتري تقدر تستخدم نفس القطعة بشكل هذا فيها الفتحة اللي تقدر من خلالها انت توصل كابلات الموجودة للكاميرا كذلك هذه عبارة عن مسامير اللي تشوفون اني ممكن احنا نوصل فيها المايكات او اي شي ثاني نقدر نستخدمه عشان تثبيت القطع الاضافي والملحقات على الكاميرا والالبراكت هاي اللي انا خدتها لكاميرا الكنون الار سيكس اللي عندي كل كاميرا انا استخدمها فيها هذا الالبراكت ليش استخدمه لانه مثل ما قلت لكم في حماية وغيرة من هاي الامور اللي استفيد منها وخصوصا في التصوير وتثبيت على الترايبود خلونا نشوف كيف تركيب هذه القطعة على الكنون اللي هي الار سيكس التركيب راح يكون كالتالي تشوفون هذه المنطقة المفتوحة راح نشوف المنطقة الاخرى اللي تقابلها في كاميرا الكنون اللي هي مكان الكابل ار وبدي بهاي الطريقة مثل ما انتم شايفين راح تتركب هنا وفي لها مسمار بالاسفل هذا يتثبت طبعا بعض المسامير تحتاج مني انا استخدم فيها معدات ثاني وخلونا نشوف هاي المعدات اللي نيبها في التثبيت تم التثبيت مثل من تلاحظتو حينه والحلو في انه قوي الصراحة انا شوفه القطعة مثل من تشايفينها حينه ما راح تعقل المنطقة اللي نقدر فيها نركب الكابلات نوصل للمائك وغيره واذا فتحنا الشاشة عشان اذا حبينا نصور بطريقة هاي راح نشوف انه بامكانك تفتح الشاشة وما تتأثر بالقطعة الموجودة انا الكثير استخدمها مع اغلب كاميراتي لاشتريها لاني احب اصور احيانا البانوراما بهالطريقة فاحتاج اني اثبت تقريبا هذي القطعة اللي موجودة اللي نتكلم عنها ال ال براكت واللي تقدر تستفيد انت فيها في استخداماتها المتعددة على الكاميرا اثناء ترايبود في السفر في غيره تقدر تثبتها على اي ترايبود مناسبة واللي حاب يعرف السعر ممكن يشوف تحت عندي في الوصف يضغط على الرابط ويروح ويشتري هذه اذا عندك كاميرات الكانون او اي كاميرا اخرى تقدر تكتب ال ال براكت والموديل الكاميرا وتبحث في امازون وغيره من المواقع اللي توفر لك مثل هذه القطع اللي او الملحقات الضرورية انا من وجهة نظري انها تكون ضرورية لكل مصور انه يحافظ على الكاميرا ويحط هاي القطع بدل ما يستبدلك اليوم قطع تانية وصل لاختام الحلقة وان شاء الله نشوفكم مع حلقات تانية ومع الف سلامة